بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان صهراء رياضية وحارس الأهلي منذ قليل تم التعرف على طاقم حكام مباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك أمين عمر سيدير هذا اللقاء ومعه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكم الرابح هيكون أحمد الغندور وحكام الفار محمد معروف ومحمود عشور كل التمنيات بالتوفيق ليهم جميعا بإذن الله حلقتنا النهاردة معظمها عن السوبر صحيح عندنا بعض الأخبار لكن الكلام كله هيكون عن السوبر لكنه الحقيقة خليني أبدأ قبل السوبر وقبل المنافسة وقبل كل شيء أنه من غير المقبول ومن غير المعقول أبدا على الإطلاق هذه الظاهرة اللي بدأت تنتشر ظاهرة الصور وظاهرة الشماتة وظاهرة الفرحة في البعض هذا أمر غير مقبول على الإطلاق إحنا بنتنافس في الملعب عشان واحد يكسب وعشان واحد يرفع كاس عشان واحد ياخد بطولة ونهزر مع بعض ونتحك مع بعض لكنه إحنا في المحن كلنا جنب بعض وده كلام لازم الناس كلها تعرفه المحن تظهر معادن الرجال مش معقولة إنه واحد بينفسني آه في الملعب ده في الملاكمة بيهبضوا بعض وفي الآخر تلاقيهم بيهبضونوا بعض عشان يتديروا واحدة قضية عشان يتديروا مش عارف إيه عشان يكسب إزاي لكنه في النهاية هم متنافسين وإحنا كمان بنتنافس لكن أبدا أبدا ما يبقاش فيها لشماتة ولا فيها غل ولا فيها كلام ناس صغيرين بقول هذا الكلام بمناسبة المحنة اللي بيعيشها كابتن عبدالواحد السيد وأحمد دونجة أو نبيل عمد دونجة ومصطفى شلبي في خطأ في مشكلة في حدوتة في ناس بتتدخل في ناس بتحاول تحل وإن شاء الله تحل وإن شاء الله يرجعوا مع نادي الزمالك إلى القاهرة بإذن الله في معاد وصول الفرقة بإذن الله سبحانه وتعالى لكن أبدا غير مسموح وغير مقبول وغير منطقي وغير أي حاجة ممكن تقولها تقولها في موضوع أن احنا ننزل صور لأنه دول لا حرمية ولا مجرمين ولا أطعين طرق ولا أتلين قتلة ولا حاجة في خطأ هم بيتحاسبوا عليه نتمنى أن الأمور تتلم وتنتهي وتخلص لكنه أن احنا نصل ما بيننا من بعض أعتقد إلى هذا الأمر أعتقد ده أمر غير مقبول لنا ولا زملائي ولا أي حد قبل هذا الكلام يعني بمنتهى الأمانة بمنتهى الوضوح وبمنتهى الوضوح أكتر كمان كل الأمنيات إن شاء الله أن الأزمة تنتهي على خير خلال الساعات القليلة المقبلة وأنه تخلص وأنه إن شاء الله يعودوا إلى أهلهم سالمين بأمر الله بالمناسبة كمان عشان كلام كتير انتشر أنه تم تقديم موعد لتبكير المحاكمة غدا بدل من يوم 29 بالفعل كانت هناك محاولات من إدارة نادي الزمالك مع السيد الوزير ومع السيد السفير من أجل إنه يتم التبكير كان الطلب بعد معاد النيابة وبينتظروا غدا صباحا قد تحدث موافقة فيتم تبكير الموعد لكن لحد اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها لحد الوقتي إنه لسه هذا الأمر لم يتم نظره غدا مبكرا بأمر الله سيتم النظر فيه وإن شاء الله يتم الموافقة إن شاء الله يتم أيضا الموافقة على خروجهم ولو بكفالة وأي بقى قرار يتاخد بعد كده المهم أن هم يخرجوا بسلامة الله يعني يعني خدوا مني لحد الوقتي لسه ما فيش حاجة تمت الموافقة عليها لكن بأمر الله نأمل غدا إن شاء الله أنه يتم الموافقة وإن الأمور تعدي على خير لأنه بالفعل الدرس كان قاسي جدا وخير دائما وأبدا بإذن الله